اشتركوا في القناة ان وفقتوا في اكمال السلسلة فالحمد الله وان لم اوفق في اكمالها فلا شيء علي هذا عمل تطوعي فقط عمل تطوعي بناء على تجربة الشخصية بناء على تجربة البسيطة المتوادعة والله اعلم ان شاء الله هذا الجزء الاول لمسألة تعلم طريقة اصلاح زجاج الحماية الخاص بالهاتف المكسور وقبل الصروع في كيف نستخدم الآلة ما هي درجة الحرارة كيف نضع اللاصق فانا صراحة لا يعجبني الدخول في صلب الموضوع بشكل مباشر فعلى الاقل لابد من اساسيات لابد من فهم بعض الامور حتى نمر الى اصلاح الشاشة بشكل مباشر يعني لابد من امور نقوم بتوضيحها رغم انها اذا كانت بسيطة فمع الاسف هناك بعض المحترفين ما شاء الله عليهم نطلب من الله ان يزيدهم الله علما وبركة وإلى آخره يرون ان هذه الامور تافيها وبسيطة ولكن ينسون بانهم كانوا في البدايات اصلا ايضا محتاجون الى هذه المعلومة فاحاول انا دائما تنزيل الفيديو حتى يستفيد منه الجميع حتى يستفيد منه الجميع اذا نبدأ على بركة الله واتمنى ان نوفق في هذا الشرح وفي هذه السلسلة باكمالها ان شاء الله ولا تستعجلوا لا تستعجلوا لان في الجزء الثاني سوف تكون ايضا الاجابة على مجموعة من الاسئلة ان شاء الله لتمنى الالة كيف تشغل ما هو الفرق بين هذه الالة وهذه الالة كذا يعني الكثير من المعلومات فصراحة مجال او مجال تغيير زجاج الحماية فيه الكثير ما يقال وفيه الكثير من المخاطر وفيه كثير من الاجابيات ولكن ان شاء الله سأحاول توضيح هذه الامور كلها في السلسلات القادمة الاخرى ان شاء الله ونبدأ على بركة الله اذا مشاهدين الكرام نبدأ على بركة الله فكما سبق وان قلت بانني ان شاء الله سأضع السلسلة لطريقة تعلم اصلاح زجاج الحماية للهواتف زجاج الحماية للهواتف يعني هذا الزجاج المكسور هو الذي سيكون حديثنا عنه وطريقة استخدام الآلات التي يعني تقوم بدمج او إلساق الزجاج مع مادة الأوكا مع الشاشة وشاشة اللمس الى اخيره ولكن هل يصح ان ندخل مباشرة في الموضوع ونتحدث عن طريقة وضع اللساق والزجاجة وإزالة الزجاجة؟ اعتقد بان هذا لا يصح وليس بالمنهج الصحيح حسب رأيي والله اعلم هذا اجتهاد الشخصي وعندما اقول اجتهاد الشخصي فبه من الصح ما به ما هو صحيح وربما هناك ما هو خطأ يعني اجتهاد قابل للنصيحة قابل للخطأ قابل 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 لا مشكلة في ذلك تبقى اجتهاد شخصي والله اعلم واذا علمت اشياء غابت عنك اشياء اخي الكريم والكمال لله نبدأ على بركة الله اول شيء يعني ما اود رسالة او المسألة التي اود انوضيحها وانه لا يمكن الاشتغال عفوا لا يمكن الاشتغال في مجال معين او شيء معين دون معلومات عن هذا المكون الذي نريد اصلاحه فمثل نحن نريد اصلاح الشاشة هل يعقل ان ندخل مباشرة وان نقوم بازالة الزجاج والاصلاح هذا نعتبره خطأ اخي التقني واخي الكريم واخي المشاهد واخي المستمع على الاقل يجب ان تكون لك معلومات عن الشاشة يعني ما هو هذا النوع ما هو هذا النوع ما هو كيف ماذا يتكون هذا النوع ماذا يتكون هذا النوع كيف نتعامل مع هذا النوع كيف نتعامل مع هذا النوع ما هي الأخطاء والأضرار التي يمكن أن تواجهنا هنا هنا الكثير من المعلومات إذا اشتغلت على شيء وأنت تعرف وتعلم على الأقل الضروريات فكون على يقين أنك سوف تتجنب الكثير من الكوارث فمثلا شاشة الهواتف والله أعلم هناك صنفين أو نوعين هناك صنف أموليد يعني طبقة واحدة طبقة واحدة يعني غير ليست به طبقات يمكننا أن تتفرق يمكن أن تتفرق أو يمكننا عزلها فهو لا هذا النوع LCD Backlight ولا أموليد كلهم بهم طبقات ولكن هذا النوع LCD Backlight يمكن قابل للعزل يعني يمكننا عزل الطبقات أما هذا النوع فلا هذا النوع فلا إذا نبدأ مع هذا الصنف الأول وهذه نعتبرها معلومات بسيطة وسطحية وضرورية حتى نعرف كيف يتعامل مع الزجاج يعني عندما نقوم بالإصلاح نعرف ما مع أي صنف نتعامل وما هي المشكل التي يمكن أن تواجه فهذا النوع هو نقوله عن LCD Backlight يعني به طبقات الإضاءة وبه طبقات قابلة للعزل يعني به طبقات قابلة للعزل ما هي مكونات هذا النوع أو الصنف LCD أو Backlight يعني طبقات الإضاءة وهو طبقات حسين الصورة لاحظوا معي الطبقة الأولى وهي زوجج الحماية الطبقة الثانية وهي المادة اللاسقة التي تسمى أوكا والطبقة التي أسفلها هي طبقة الدخان أو Polarzydu أو كما نقول معروف عندنا في المغرب الفيمي أسود يكون لونه أسود نعم سوف تكون له حلقة أيضا خاصة إذن إذا التفتنا إلى أجهاء الأخرى فغالبا هذا النوع من الشاشة تكون هناك طبقة الآخرة وهي معدينية لاحظوا معي وهي معدينية تكون بهذا الشكل يعني معدينية لاحظوا معي إلى صوتها معدينية إذن تكون طبقة أخرى تشبي المرآت بهذا الشكل لاحظوا معي تشبي المرآت هناك أيضا أخرى طبقة أخرى بلاستيكية لاحظوا معي بلاستيكية بهذا الشكل نأتي إلى هنا لاحظوا معي إلى هنا يعني مباشرة الإضاءة تنزل على هذه الطبقة مباشرة تكون معنا هنا دايد ليد ألاحظ بأنني عندما قمت بفك أغلب الشاشات دائما الإضاءة تكون في الأعلى تكون في الأعلى أو مباشرة أين توضع الفلاتة مباشرة أين توضع الفلاتة وتنزل الإضاءة إلى الأسفل وعند النظر إلى الشاشة تلاحظ بأن لن تلاحظ ذلك لأن كل شيء مضروس وموضوع بتقنية جيدة هناك طبقة أخرى لاحظوا معي بيضاء بهذا الشكل وآخر طبقة وهي طبقة البيانات طبقة البيانات طبقة البيانات وكل هذه الطبقات الأخرى هي التي تحسين جودة الإضاءة وصورة الشاشة ولا ننسى أيضا الفلاتة الفلاتة وحدها الفلاتة خاصة بالبيانات وفولتات البيانات والتاتش والتاتش وهذه أيضا هذا الفلاتة هي خاصة بالإضاءة خاصة بإضاءة لطبقة الباكلايت إذن عندما نعلم كل هذه المعلومات ماذا يمكننا أن نستفيد؟ إذن الآن بات بإمكاننا الاستفاد من بعض الأشياء يعني هذا النوع من الشاشات باكلايت قابل للإصلاح لطبقة الإضاءة قابل للإصلاح لطبقة الإضاءة قابل لإزالة طبقة الإضاءة وإزالة إذا كان هناك أوساخ أو تصرب مادة لاسقة يمكننا إزالة كل هذه الأشياء لاحظوا معي كل هذه الأشياء لاحظوا معي يمكننا إزالة وإذا حدث بها اتساخ أو احتراق أو أي شيء ولكن إذا بقيت هذه الطبقة صالحة يمكننا أن نأتي من شاشة أخرى فاسدة كل هذه الطبقات وأيضا طبقة الإضاءة أو لدات الإضاءة يمكننا إزالتها بهذا الشكل لاحظوا معي فهي تحتاج إلى بعض الحرارة حتى لا يحدث كسر فأنا الآن أود أن نوضحها لكم فقط نعم فيمكننا لاحظوا معي إذا كانت الشاشة الشاشة يعني بها البيانة لا زالت شغالة ولكن الإضاءة معطلة فيمكننا تغيير طبقة الإضاءة بهذا الشكل لاحظوا معي بهذا الشكل عندنا مع استخدام بعض الحرارة حتى لا يحدث أي كسر لاحظوا معي والفلاتة هنا ويمكننا نزع طبقة الإضاءة وتركيب أخرى من شاشة مكسورة ولكن بها طبقة الإضاءة شغالة إذن هذه صراحة مميزة هذه الشاشة يعني هي قابلة للعزل وإصلاح ما يمكن إصلاحه بها هذا جيد إذن ماذا نستفيد إذن هنا أصبح لدينا بعض المعلومات نستعين بها لتفادي بعض المشاكل ما هي هذه المشاكل لاحظ معي يا أخي الكريم هناك نوعين من المادة اللاصقة لوكا لوكا ماء يعني مادة لاصقة ماء نعم إذن كما قلت فهذه مادة لوكا وهذه أوكا نعم يعني ماذا نستفيد إذن قلنا بأن هذه الشاشة بها طبقات إذن نعيدها كما كانت مثلا هكذا جيد إذن بها طبقات قمنا بإزالة زجاج الحماية قمنا بإزالة زجاج الحماية ووضعنا مثلا هذه المادة لوكا يعني مادة عندما أقول ماء فأنا لا أقصد أنها ماء وإنما أقصد أنها جارية يعني جارية يعني جارية وضعناها بهذا الشكل لاحظوا معي حتى نفهم بعض الأمور ها جيد وضعناها بهذا الشكل ف و عفوا ف المادة ستتصرب هكذا هي ستشغل مثلها مثل هذه هذه المادة رأي مثلها مثل لوكا مثل أوكا يؤدياني نفس الدور يؤدياني نفس الدور من ناحية ولكن هذه المادة هي جارية ماذا سيحدث لها ستتصرب بين طبقات ضحي معي طبقات الشاشة و عندما تشتغل الشاشة ستظهر بقع 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 هنا بقع هنا وتصبح الشاشة مشوهة يعني أن لوكا لا تشتغل مع شاشات الباكلايت أو دات طبقات الإضاءة وتحسين جودة الصورة يعني هذا النوع لا يشتغل مع هذا النوع أبدا ما هو النوع الذي يشتغل معه وهو هذا النوع من المادة اللاسقة وهي أوكا هذا النوع هو الذي يشتغل مع هذا النوع من الشاشات ذات أو كما نقول باكلايت باكلايت لأن إذا استخدمنا هذه المادة ستتصرب لنا بين الطبقات وتسبب لنا تشوه في الصورة تشوه في الصورة أما النوع الثاني أموليد وذات طبقة واحدة مدمجة يعني فهذه لا يمكننا فتحها إذا قمنا بفتحها فقل قم عفوا قل وداعا للشاشة فهي تتخرب لماذا؟ لأنه ليست بها طبقة باكلايت بل هي بها نوع من الكريستال أو شبكة يعني تنير تنير بالكهرباء دفعة واحدة يعني هذا موضوع آخر يعني ما أود أن أقول بأن هذا النوع هذه المادة اللوكا لا تؤثر عليها أبدا ولا الأوكا ولا اللوكا كلاهما يمكن أن يشتغل مع هذا النوع من الشاشات الشاشات المدمجة يعني ذات طبقة واحدة يمكننا تشغيل معها لوكا وأوكا أما هذا النوع فتشتغل معه أوكا فقط هذه الأوكا لاحظوا مع كيف تشتغل فهي صراحة لوكا لوكا استخدامها لا يتطلب أجهزة كثيرة أما لوكا فهو يتطلب منك شراء آلات تقوم بالضغط عليها مع نوع من الحرارة وفي نفس الوقت تمر إلى العملية الثانية وهي امتصاص الهواء لإخراج الفقاعات لإخراج الفقاعات فلاحظوا معي مثلا حتى نتعرف عن هذه المادة ربما لوكا هي مشهورة ولكن أوكا لا زال من لا يعرف عنها بعض المعلومات فمادة أوكا هي بهذا الشكل يعني هي ذات وجهين وجهين قابلين لللسق يعني هذا الوجه به مادة لاصقة والوجه الآخر به مادة لاصقة فيتم وضعه بهذا الشكل لاحظوا معي لاحظوا معي ويستحسن أن نضعه بطريقة احترافية حتى لا يتكون لنا فقاعات بهذا الشكل يعني هذه الطابقة الأولى نضعها هكذا ثم نزيل من جديد البلاستيك عفوا البلاستيك لاحظوا معي عفوا 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 نعم إذا لاحظوا معي فهذه هي الأوكا لاحظوا معي فهي مطاطية مطاطية و لاحظوا معي إذا لماذا هذا النوع يمكن يشتغل مع هذا ولا يمكن أن تشغل هذا لأن هذا أصلا لا يتصرب إلى طبقات الباكلايت فهي مطاطية وليست جارية ليست جارية مثل اللوكا يعني الأوكا هي مطاطية إذا نعود إليها لاحظوا معي بهذا الشكل إذا نقوم بإزالة هذا لاحظوا معي و نزيل البلاستيك بهذا الشكل عفوا فهذه فقط للتجربة فقط أما هي فهي توضع بشكل احترافي والتنظيف الجيد لاحظوا معي بهذا الشكل إذن فهي تلتصق على الشاشة والآن هنا يوجد التساق آخر يوجد التساق آخر إذن هذه يمكننا أن تشغل مئة في المئة مع هذا النوع الذي به طبقات أما هذا النوع فيمكننا تشغيل اللوكا والأوكا ولكن هنا يبقى مسألة أخرى هو أن أن المادة اللاسقة الأوكا الأوكا تبقى هي الأفضل لماذا؟ لأن عملها أو الاشتغال عليها يبقى نظيف أما الأوكا فما دامت هي جارية فيمكن أن تتصرب لك للكاميرا للحساسات وتبقى رائحتها وتتصرب إلى الكثير أو إلى عدة أماكن صراحة أما الأوكا فهي الاشتغال عليها نظيف جدا جدا وأود أشير إلى أن مثلا إزالتها سهل وبسيط كل ما عليك هو العمل عمل هذه الحركة بهذا الشكل لاحظوا معي بهذا الشكل ولاحظوا معي يعني إذا قمت بهذا العملية فيمكنك إزالتها بكل سهولة لاحظوا معي لاحظوا معي لاحظوا معي يعني إزالتها لا تجد صعوبة في الإزالة تبقى أو تستمر في هذه العملية لاحظوا معي لاحظوا معي بهذا الشكل حتى تنتهي منها أما لوكا فهي بها مشاكل كثير إذا أردت إزالة أو ربما حدثت معك خطأ وعليك أن تتعامل معها بكل احترافية إذن فنقاط قوة المادة الجارية وهي أنها أدواتها والاشتغال عليها رخيص ولكن بها مشاكل أما لوكا فلكي تشتغل عليها تحتاج إلى أدوات وأجهزة غالية التمن ولكن تبقى هي الأفضل في التركيه إذن أحبابي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة فهذه مقدمة الجزء الأول فقط لتعرف على الشاشات وإنساء الله إلى الجزء الآخر وسودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته